أريد أن أعرفكم أن مهرجان الجونة دائماً يكون فيه سيم موحد وثيم جميل جداً وهي السينما من أجل الإنسانية ودايماً الرسالة دي بتكون رسالة جميلة ونبعة من القلب وبالذات في ظل الأحداث اللي نشوفها في الوطن العربي كل الفترة اللي فاتت أن نحن نشوف مهرجان بيتكلم عن السينما من أجل الإنسانية دي حاجة مهمة جداً جداً وسألنا مشاهير كتير جداً عن رأيهم في الفريز أو في الموتو أو في الرسالة بتاعة المهرجان السنة دي وكل الفنانين اللي إحنا سألناهم كانوا بجد منبهرين جداً بالمهرجان عمتنا ومنبهرين أكتر كمان برسالة المهرجان جير كده كمان فيه أفلام كتيرة قوي كانت بتتعارض ولسه هتتعارض خلال المهرجان كامل أفلام بتتكلم عن أضايا مهمة جداً مش مجرد أضايا سياسية بس أضايا إنسانية أنا مثلاً في المبارح مثلاً إحنا شوفناه بالضبط كده مبارح دخلنا فيلم رفعت عيني للسمن الفيلم مبدئياً معمول من أو بيحط الإضاءة أو سبوتلايت على بنات الصعيد وقد إيه هما بيعانوا في حياتهم الطبيعية قد إيه حياة كتيرة قوية هما بيعملوها ومفوضة هي تكون حاجات مش عيب مش حرام تصنف تحت قلة أدب قلة حياة وفيه ترامز كتيرة جداً بتواجهها ببنات الصعيد عشان نصول أحلامهم بالضبط ما نقدش نحن نحكي تفاصيل أكتر من كده لحد ما الفيلم ينزل في السينيمات والمعلوماتكم الفيلم دوكيمنتري بس هيكون أول دوكيمنتري بيتعارض في السينيمات أو هيتعارض في السينيمات كلها يوم 8 نوبمبر فالناس كلها هتقدر أن هي تدخل الفيلم وتتفرج عليها وعايز أقول لكم كمان أنه حاجة أنا شخصياً فخورة بيها قوي أنه الفيلم ده يعتبر أول فيلم مصري يكسب The Golden Eye Award في Cannes Film Festival السبع وسبعين فدي حاجة أنا كنت فخورة بيها قوي كنت مصدت قوي أن أنا بتفرج على فيلم يعتبر الأول اللي يكسب في Cannes Film Festival ومش أول فيلم بس أول فيلم مصري وأن يكون أول فيلم مصري يكسب في Cannes Film Festival Golden Eye Award يكون دوكيمنتري حسناً دي حاجة مختلفة حسناً نحن دايماً بنسلط الدق أكتر على الأفلام الفيكشن أو الأفلام العادية يعني درامية نقول مش الدوكيمنتري بس أنا بحس إنه الدوكيمنتري ده نيش قوي بجد underrated صح ومحتاجين نحن نسلط عليه الدق أكتر لأنه إمبارح حتى هم إحنا عملنا انترويوز مع الكاست وإن شاء الله هترافوهم برضو على الفيد بتاعنا وعلى الستوريز وهما تكلمون إنه ده مش دوكيمنتري عادي ده داكيو دراما فهو فيه ألمنت درامية وفيه ألمنت كوميدية وفيه ألمنت كتير قوي من الدراما العادية وفي نفس الوقت هو دوكيمنتري يعني ده بيخلي كمان القصة توصل للناس أكتر إنهما يحسوا إنه إيه ده أنا شبه البنت اللي في الفيلم ده أنا عندي أحلام زي البنت دي فأنا شخصياً عجبني جداً إحنا وملك We got exclusive chance إنه إحنا نتفرج على السكرينينج قبل ما ينزل في السليمات ومنشجعكم جداً إنتوا تتفرجوا على الفيلم لما ينزل إن شاء الله في السليمات زي ما ملك قالت لكم يوم إيه؟ 8 نوفمبر إن شاء الله يس إن شاء الله بس بجينا بالفيلم خلينا نتكلم عن فعليات المهرجان في العموم طبعاً أكتر حاجة الناس بيكون دائماً متحمسة لها هي السجادة الحمراء أو الـ Red Carpet وكل الناس بتبتدي إن هي تتحول من إن إحنا ناس طبعيين المهندس مهندس المؤسس المؤسس الموزيع الموزيع إن إحنا كلنا بنتحول لـ Fashion Critics كلنا عايزين إن إحنا نقول فستان مين كان حلو فستان مين كان وحش فستان مين لفت انتباهي فستان مين كان شلايق عليها خالص إنتي إيه أكتر فستان لفت انتباهك؟ بصي مش يعني مش أقدر أختار واحد بس ممكن أقول كذا حد بالنسبة لي ذات Stood Out نيلي كريم كان حلو قوي برضو أمينة خليل كان حلو قوي السلوات بتاعه كان مختلف الحاجة أنا كنت رايحة expecting certain trends أنا شخص أصلاً بحبي يفولوا الفاشن trends وكده فقدت expecting certain colors اللي هي trend الوقت زي مثلاً برجندي في كده certain fashion fall trends in specific درجة اليومين دول فافتقلت أنا شوفها على red carpet لقيت إنه أكتر حيكة كانت على red carpet كانت البلنك كان كل حد بيلمع بشكل أو بأخر يعني مش مش ترتر صريح ممكن جمز في ناس كانوا لابسين زي fabrics نفسها بتلمع يعني فابريك نفس هو اللي بيلمع فأظن إنه red carpet كان سائد عليه البلنك بلنك في أكتر حاجة عجبتي أكتر لك عجبني قوي 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 فستان بسانت شاوئي في يوم الافتتاح كان فستان silver كان حلو قوي كان برضو كله بيلمع بصراحة كان جميل جداً لايق قوي على جسمها وكمليمانتين فعلاً شكلها جداً وكترفع شعرها برضو لفوق والفستان كان أصلاً يعني ممكن نقول إنه هو strapless فستان كده ففكرة تريد هي كترفع شعرها وعملة minimum accessories كانت حلوة قوي 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 لفت انتباهي كمان جداً فستان بالية البحيري كان حلو قوي كان لونه مختلف لما بشوفوش كتسير على red carpet عمتاً فكان لفت انتباهي جداً وأظن إنه هو لفت انتباه الناس كلها بجانب بقى كمان اللي بيحصل بالليل والred carpet وحفل الافتتاح حفل الافتتاح برضو أحياء ثلاث فنانين وبصراحة كانوا عاملين مدلي للأغاني الايقونية بتاعة السنيمة والمدلي كانت حلوة قوي 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 وكانت فيها إنسامية جميلة جداً بينقلوا من أغنية للتانية وفي نفس الوقت الفيجولز اللي وراهم بتتغير ففي كل نقلة فيجول تحس إن انت دخلت في فيلم تاني وأفلام بجد قريبة جداً على قلبنا وأغاني قريبة جداً جداً على قلبنا عجبني إن كان فيه يعني التصليل ضوء جامد قوي على أي حاجة من الزمن الجميل وإن إحنا بنسترجع قوي زمن الأفلام الجميل ولبيد وسود والستينات والثمانينات والتسعينات يعني أخذونا على رحلة كده through كل الحقبات الزمنية للسينما المصرية حتى كان فيه إجزيبيشن بجد كان خطير بياخذك through التطور السينما المصرية في محافظات مختلفة ولوكيشنز مختلفة على مر السنين وعلى مر العصور المختلفة الستينات زي ما قلتلكو الخمسينات حتى وكانوا كمان بيورونا on screen بقى الترانزيشن انت تقدر تشوف in real time الترانزيشن ما بين كل حقبة زمنية في السينما المصرية وحقيقي إحنا أبدعنا في كل الأوقات بصراحة أبدعنا إحنا المصريين والتراث إحنا كتير قوي إحنا توال جدا 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 في الصنعة صنعة بقىالها سنين وإسنين Wagner في تطورات رهيبة وإنجازات رهيبة وبنكسب حاجات رهيبة وجودي ينا النهاردا حسستني بفخر كبير جدا بمصر حسستني بفخر كبير بالجونة حسستني فخر كبير بكل صنعة العم…….. بشراحة إن إحنا عندنا فعلا يعني ناس جامدة وناس تقيلة جدا جدا حاجة تانية لفتت انتباهي قوي ان المهرجان فعالياته مش بس راد كاربت وحفلة بالليل المهرجان فعالياته طول الوقت حتى الصبح كمان فيه فعاليات حضرنا مثلا بانل كانت حلوة قوي بعد تكريم محمود حميدة الفنان الكبير والقدير اللي احنا كلنا اكيد مرتبطين به جامد جدا وبقى فلاه مجامد جدا واكيد عمل انجازات كبيرة جدا ما نقدرش ان احنا يعني لو هنقض نتكلم عنها محتاجين نقض نتكلم ايام كتير جدا عن انجازات بصراحة فنان محمود حميدة وبعد تكريمه اتعمل بانل او تاك او ديسكوشن معاه وكانت اللي بتمودريت او اللي بت ماريا منخشت اللي كانت بتليد الكونورسيشن هي ماريا منخشت البانل نفسها كانت حلوة قوي لقينا او عرفنا اتعرفنا اكتر عن جزء شخصي للفنان محمود حميدة ممكن ما كانش صاهر لناس كتير قوي بس انا بحس ان هو ما بيعملش انترويوز كتير شخصك اتوم نوعا ما يعني his life is very private فجنا ان احنا قدر نشوف جهة تانية من او واجه اخر لمحمود حميدة بالضبط تحقيق جدا واحب اطمن كل فن كل المحبين بتوع محمود حميدة الراجل دمه خفيف جدا 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 في الحضور على رأسهم الفنانة بشرة مع حبس الارقاب اكيد اشرف عبد الباقي من تاني كان موجود البلابا 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 كان موجود بجد يا جماعة البلابا كمان نزلنا لكم برضو الاطلالات بتاعتها ولقطاتها وقد ايه كيوت بجد بصراحة حسين فاهمي وتقلق برضو حسين فاهمي جميلة حسين دول لجنز ايجيبشن سينما بجد انا حسين ان كنت مبسوطة جدا ان انا اندر بريزنس كده حسين فاهمي بمعنان فتحنا سيرته فانا احب من موقعي هذا اقول ان الراجل ده يا جماعة خطير 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 مبدئيا هو راجل فعلا مهزب جدا راجل باشا عنده وقار وعنده كارزمة طاغية رهيبة صراحة شديدة يعني ولسه محافظة يعني لسه الراجل حلو زي ما هو حلو من زمان ولسه يعني بجد البنات بيكبر بس مش بيكبر يعني بيكبر بس بيحلو كل ما يقبر يحلوه اكتر ناقي انسرت هارت ايس على ملك شفنا كمان كان فعالية حلوة قوي 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 اسمها جيميناي سينما تاك الفعالية دي كانت عاملة زي بتشن كومبتشن البتشن كومبتشن دي كانت لازمتها ان اي بزنس صغير مشروع ليه علاقة بالسينما وفي نفس الوقت ليه علاقة بالتكنولوجيا بيدخلوا مع بعض كده بيعملوا ميكس مع بعض ويطلعوا في الاخر صورة مشروع او بزنس صغير يطلعوا يبيتش البزنس بتاعهم او فكرة المشروع بتاعهم بانجازاتهم بالرودماب بتاعتهم هم ناويين يعملوا ايه في 2023 وعشرين الفين وعشرين الفين وعشرين الفين وعشرين وقدام من الجودجز من ضمنهم كان في عدلي تومة كان في نالي كريم كان في امينة خليل كان في محمد فراج واللي بلبة دخل بردو في الاخر في الجودجز بردو كان في جودجز موجودين وبيدوهم فيدباك عن رأيهم واصحاب او رواد الاعمال بيسألوا فور ان اسك يعني مثلا احنا عرضين ستمية يعني خمستاشر في المية لستمية الف جنيه شارك تانك سينة تاك اديشن بالزبط شارك تانك سينة تاك اديشن بالزبط وفي الاخر هم بيختاروا الطاب ثري بالنسبة لهم الطاب ثري بزنسز اللي هم شايفين ان هم عايزين يدعموهم فينانشلي وكوننكشنز وايز وكده وبصراح اتفاجئت جدا على اختيارهم للنمبر ون لان مش عشان الايديا مش حلوقة بحقيقة الايديا واسفا بس عشان هي حاجة كايندو بتحارب السينما اندوستري از وي نوت وهي انه اول بزنس كسبت المركز الاول وهي اصلا اصلا المركز الاول هو بس اللي بيكسب الجايزة المالية التاني والتالت بس كايندو فحاجة يعني كسبه رمزيا يعني هنقول فجايزة المركز الاول كانت 600 الف دنيل انا دا كان الاسك بتاحهم وكانت البزنس عبارة عن بيسكلي دي كرييت سينما او موفيز او اد او اي طيب او ميديا فيديو ميديا او فيديو كونتنت يوزن اي 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 فده معناه ان احنا هنستغنى عن الممثلين هنستغنى عن كاست بتوع المسلسلات وبتوع الافلام وبتوع الاعلانات فدي حاجة يعني ولكن هم ج해주وا مرارا و اكرارا حتى ججز اكدو ان احنا ما نقدرش ابدا ان احنا نستغنى عن فناننا وقالوا ان انا ما نقدرش اخلي اي اي او رابط او ياخد مكان اللي كريم مثلا او ياخد مكان امينا خليل او مهمد فراج الهيومن ألمن ده هو اللي بيدي أي حاجة الروح والطعم والتمثيل التمثيل ده نابع طبعا في مشاعر أكيد عمر ما الروبوتس أو الـ AI هيدر أنه هو يعني يطلحهم زي البناء أدمين و أول كوليج نيرا قالت أنه هي حسن أن البروجيكت دي هتبع أحلى أكتر في الانيميشن وكده أو هتسيرف أكتر في الانيميشن أو هتهدد أكتر يعني الساكتر في الانيميشن أكتر من الأفلام العادية أنت رأيك إيه؟ أنا شايفة كمان بجانب الانيميشن أنا شايفة أن هي تنفع قوي 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 في أي حاجة ليها علاقة بـ CGI أو بـ Special Effects يعني لو فيه مثلا فيلم راب فالموضوع ده يساعد جدا جدا لو فيه حاجة حد مثلا متعور جامد جدا في وشه فبدل ما نحطله Special Effects Makeup فإحنا ممكن نستغنى عن الميك أب أورتس بتاع Special Effects بس ما نستغناش عن الفنانين اللي بيمثلوا الدور مش عارفة هاو رياليستكوة دات لوك ذو يعني حسن أننا لسا مصناش قوي بالـ AI والله أعلم بردو لأنه هما قالوا أنه هما مش بيستخدموا بردو بس AI بيستخدموا multiple things motion graphics مع AI يعني مش بس relying على التكنولوجيا ده بس وده اللي بيميزهم أنهما مش بس بيستخدموا الـ AI ويستخدموا كذا طول وعندهم graphic designers يعني different expertise come together عشان يطلعوا لأفلام دي فهي مش بس AI فأنا شايفة بصراحة أن قدتها كل concept و congratulations لهم وهنشوف الـ future هياخدنا فين in terms of AI بأكيد بجانب كده كمان كان فيه برضو panel أو discussion مع إسعاد يونس النجمة الجميلة الفنانة المقربة جدا جدا لقلوبنا كلنا واللي كانت برضو بتlead discussion أو اللي بتmoderate هي يسرم برضو فنانة جميلة ونحبها كلنا وبرضو كانت فعلا discussion حلوة قوي شوفنا منها لقطات كتيرة جدا جدا تغير كافية دمانت عالي جدا على الحضور يعني طبعا الحفلة كانت sold out تقريبا أو البن كان يعني sold out بالكامل بس برضو لازم نحن نتكلم عن جمال إسعاد يونس ويسرم اللي اتنين دول عندهم حضور رهيب دول بقى ladies فعلا دول ladies هما تاريخ اتحفر جوه قلوبنا وهو في تاريخ مصر يعني ما ظلنش ان احنا عمرنا عمرنا هنقدر ان احنا ننسى إسعاد يونس أو يسرم هما اللي اتنين عملوا إنجازات كتيرة جدا في المجال مالقة السامة مصري آه بصراحة بحقي كنا مبسوطين جدا بالفعاليات الصبح ومبسوطين جدا أكتر كمان بالفعاليات بالليل والفايب عمتا في الجونة حلوة جدا يعني لو اي حد عنده فرصة ان هو ياخد اجازة ان هو يطلع يسفر في حتة أو كده يلحك الجو ده الجونة الجوة دي رهيبة في الفترة دي بجد الجوة حلوة قوي المشاهير في كل حتة فالو انت بتحب المشاهير بتحب الفنانين على طول طول ما انت ماشي هتلاقي فنان معدي هتلاقي فنان كده معدي فعلى طول تمسك ممكن اتصار معاك ودي حاجة برضو من الحاجات الحلوة قوي اللي موجودة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي والحاجات المهرجان الجونة السينمائي بيجبها كده على الترابيزة مبسطين جدا بوجودنا هنا حابين نشكر كل القائمين عن المهرجان فعلا المجهود اللي محطوط في تنظيم المهرجان مهول بجد كبير جدا يشكروا عليه بقى لهم شهور كتيرة قوي بيحضروا بيزبطوا بيتمرنوا ان هما يليد المهرجان ده والمهرجان يمشي بطريقة سموذ وجميلة والحادة دلوقتي المهرجان ماشي حلوة قوي 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 ويبرضو حابين نشكر كل الفنانين اللي دونا لحظات من وقتهم ودونا كلمات لطيفة لكاميرا لفن كايرو وستي توند فور ذات عشان كل الحاجات دي هتنزل فتشك او تيك توك تشك او انستجرام تشك كل البلاتفورم تشك 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 تشك